أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم 27 يناير من سنة 2029 ولدينا رؤية جميلة تخص دولة المغرب الأقصى والرائية من بلاد فلسطين تقول يقول الرائي وهو يحكي عن زوجته زوجته رأت رؤية قبل سنتين أن القمر نزل على الأرض وخرج منه كل حكام العالم وذهبوا باتجاه الغرب أعيد نص هذه الرؤية يقول الرائي زوجتي رأت رؤية قبل سنتين أن القمر نزل على الأرض وخرج منه كل حكام العالم وذهبوا باتجاه الغرب رؤية جميلة أحباب كرام وقبل أن نواصل أدعوكم إلى هذا الفاصل أحباب كرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم ما زلنا في قناة التقويم وإعادة التأويل نعم الرؤية جميلة وهي صادقة والرؤية حق وهذه الرؤية حق والرؤية الحق هي جزء من ستين وأربعين جزءا من النبوة هذه الرؤية عام أحباب كرام وليست خاصة وهذه الرؤية مبشرة وليست مندرة والقرائنة الموجودة فيها أحباب كرام هي ثلاث قرائن القرينة الأولى القمر الذي ينزل من السماء إلى الأرض القرينة الثانية كل حكام العالم يخرجون من هذا القمر وأما القرينة الثالثة فهؤلاء الحكام الذين خرجوا من القمر يتجهون إلى الغرب قبل أن نبدأ إن شاء الله تعالى في تأويل القرينة الأولى ماذا قلنا في الدرس السابق في درس السعوة عشرين يناير من سنة ألفين وتتعشرين ماذا قلنا نعم أعطيتكم تأويلات شتاء لرموز مختلفة للقمر وأذكركم أحباب كرام حينما قلت لكم نزول القمر من السماء واقترابه من الأرض دل على موت عالم نعم والموت يأما أن يكون موتاً معنوياً بخروج الروح من الجسد أو بالموت المعنوي كالعزل يدل كذلك أحبابي كرام يعني القمر ينزل يقترب من الأرض يمكن أن يدل على موت رئيس أو عزله موت وزير أو عزله موت عالم أو عزله وهكذا أحبابي كرام في هذه الرؤية أحبابي كرام القمر ينزل من السماء إلى الأرض وقد خرج كل حكام العالم معنى هذا انتهاء أمرهم وعزلهم بماذا ببشارة ظهور ذاك الرجل العادل الفاطمي القريشي الهاشمي الذي سيخرج ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً وكما قلت أحبابي كرام ليس كل رؤية فيها القمر تدل على المهدي كما هو مشاع ومنتشر عبر منصات تواصل اجتماعي الناس التي تعبر رؤى سبحان الله كل ما ظهر قمر في رؤية هذا المهدي هذا المهدي لا أحبابي كرام لكن هذه الرؤية أحبابي كرام تخبر على أن هذا القمر هو المهدي وكل حكام الموجودين داخله سبحان الله فهو الذي سيزيلهم وينهي أمرهم أحبابي كرام بظهوره وخروجه وتمكنه سبحان الله بنزمام الأمر نعم حبابي كرام هذا هو المعنى فقمنا بتأويل القارنة الأولى وأولنا القارنة الثانية ثم ماذا يعني هؤلاء الحكام يتوجهون إلى الغرب حبابي كرام الغرب هنا كناية المغرب الأقصى هذا البلد الذي يحمل هذا السر وهذا السر الذي يحاول البعض إخفاءه لكن نور الشمس يصعب حجبها بالغربال كما يقال نعم أحبابي كرام فما أكثر رؤى وهي بالألوف التي تبشر بهذا الخير وهذا الفضل لهذا البلد الجميل وهو المغرب الأقصى نعم أحبابي كرام هؤلاء الحكام يتجهون إلى الغرب هذا البلد الذي يحمل هذا السر وقلت معنا ذلك أن المهدي بلده المغرب سيخرج من المغرب وسينطلق من المغرب نعم أحبابي كرام دلائل قوية من ألوف الرؤى تقول هذا وحتى أن حديث الصوف سبحان الله يبشر بهذا وحتى أن روايات القرطبي روايات الإمام القرطبي وإن ضعفها بعض إن ضعفها العلماء فإنها تصب في اتجاه حديث الصوف الصحيح الذي رواه مسلم نعم أحبابي كرام هذه الحقيقة وهذا وتأويل هذه الرؤية وقبل أن ننهي هذا الدرس أحبابي كرام في الحلقة الأخيرة حلقة الأخيرة تقريبا في 25 يناير 2020 على قناة الأولى قناة المعبر المغربي محمد مجاهد تكلمت عن أربعة مدارس هي الموجودة على السوشل ميديا من زمان كان العلماء يتكلمون عن المهدي الفاطمي وبالرغم من وجود خمسين حديث ما بين صحيح وحسن وضعيف إلا وبعد إجماع علماء الأمة على أن ظهور المهدي هذا الرجل العادل لا بد منه سيأتي زمان ويخرج هذا الرجل لكن هناك يعني على مدار التاريخ كان هناك مشككين وكان هناك سبحان الله يعني مشككين كابن خلدون وغيره وكان هناك سبحان الله رافضين لهذا الطرح ومنكرين كعلماء الإخوان الذين يقولون ليس هناك مهدي ولا شيء سبحان الله هؤلاء الذين يريدون إحياء الخلافة العثمانية من جديد سبحان الله يحاربون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أحبها بكرام يعني لكن بقي هناك إجماع العلماء لأن هناك خمسون حديث بالإضافة إلى روايات كثيرة وفي هذه الخمسين حديث هناك خمستاش الحديث صحيح تقريبا وحتى ولو وجد حديث صحيح للحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم حتى ولو وجد حديث صحيح واحد للحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وجب السمع والطاعة والامتتال لكلام الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لكن لكل عالم مآربه وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى كل إنسان سيحاسب على نياته نعم أحبابي كرام هذا ما نريده لكن في هذا الزمان أحبابي كرام زمن يعني سبحان الله التكنولوجيا والإنترنت وظهور منصات شتاء في اليوتيوب وغير اليوتيوب ظهرت أفكار ويعني سبحان الله وقسمنا هذه الأفكار إلى أربعة لاحظنا ظهور أربعة مدارس تتكلم عن سيناريوهات خروج هذا الرجل المهدي سبحان الله إضافة إلى المدرسة الأولى المدرسة الشيعية التي تؤمن ويخرج المهدي من السرداب ثم المدرسة الجفرية الموجودة في مصر فهناك شخص يدعى محمد عيسى داود الذي يعتمد على الجفر ويقول المهدي مصري وهناك صاحب وصحابي مصر وممهد للمهدي إلى غير ذلك وهناك مدرسة يديرها شخص يعطي دروس في المسجد الأقصى يقول بحديث العلماء السبعة وقلنا أن حديث العلماء السبعة هو موضوع ومكدوب وقل من العلماء من قالوا إنه ضعي شديد الضعف ومن وضعه والإمام الدهبي وبقية المدرسة الرابعة هي التي أتبناها أحبابي كرام من خلال ألوف الدروس التي أخرجتها من الفيسبوك ومن خلال قناتي الأولى ودروس في أماكن شتاء في المغرب ماذا قلت؟ قلت أن المهدي سيخرج من بلاد المغرب أحبابي كرام فحديث الصوف هو لأهل المغرب الأقصى وإن شاء الله تعالى سأخرج كتاب لأعطي الأدل على أن هذا الحديث الصحيح الذي رواه بسلم إنما هو لأهل المغرب الأقصى وهذا الحديث الصوف الصحيح هو الذي يذكي روايات القرطبي التي تقول بخروج هذا المهدي من منطقة ماسنة أو ماسة بالمغرب أحبابي كرام وكل الرؤى أحبابي كرام ألوف الرؤى تقول بخروج المهدي من المغرب يريدون إنكار هذه الرؤى أو يتهبونها بالوضع والكذب لكن قدر الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أي حقد أن يمنع وقوعه لذلك أحبابي كرام هذه الرؤية تمضاف ورؤية جميلة مبشرة لأهل المغرب الأقصى لذلك أقول معنى القرنة الثالثة وهي ظهور هذا الرجل من المغرب الأقصى ومعنى توجه كل حكام العالم إلى الغرب معنى الأنظار ستتجه إلى هذا الرجل الذي سيخرج من الغرب ومعنى نزول القمر إلى الأرض وخروج الحكام منه معنى انتهاء أمرهم كان هذا وتأويل هذه الرؤية أقول قولي هذا والسغفر الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر